زيارة رئيس الوزراء محمد الشعاع السوداني المرتقبة لواشنطن باتت محطة اهتمام مراقبين لشان العراقي لكونها الأولى بالنوعها لرئيس حكومة تحدث بصراحة ووضوح عن مصير الوجود العسكري الأمريكي وتوقع المراقبون أن تزيد الزيارة من الأزمة داخل الإطار التنسيقي الساعي لكبح صعود نجم السوداني مؤكدين أنها قد تسهم في زيادة حضوضه لنيل ولاية رئاسية ثانية لا يرغبوا بها إطاريون ومنهم نور المالكي المراقبون أرجعوا تأخر تلبية السوداني لدعوة لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لاستمرار استهداف القواعد الأمريكية بصواريخ الفصائل وقضية تهريب الدولار لإيران والتحايل على عقوبة واشنطن وبشأن أبرز الملفات التي سيبحثها الجانبان أكد المراقبون أن بايدن سيطلب من السوداني إطلاق صراحي الإسرائيلية المختطفة في العراق إلزاباست سوركوب مع تجديد الضغط لتقليل تعاون بغداد الاقتصادي مع طهران لسيما في ملف الدولار وفيما يخص ملف التفاوض مع المولايات المتحدة في مقابل التوقف عن قصف القواعد الأمريكية أكد قيادي إطاري توكيل القوى الشيعية السوداني التعامل مع هذا الملف كاشفا عن رفضه ثلاث دعوات في السابق كانت موجهة له لزيارة واشنطن هذا وأوضح القيادي أن السوداني رفض دعوات لأنه لم يكن مطمئنا تماما لنوايا الولايات المتحدة فهو مهتم بالشراكة مع واشنطن لكن من دون سياسة محاور